بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصففات ومع الجزء السابع عشر والأخير من الدرس الثالث معنا مصففتان المصففة A مربعة ذات أبعاد 2 في 2 ومصففة الوحدة من البعد 2 في 2 المطلوب أولا هو إيجاد إي تربيع إي تربيع كما نعلم هي حاصل ضرب A في A وكما علمنا أن الأسس هذه تعطى للمصفوفات المربعة فقط نضرب المصففة A في نفسها وكما نعلم من قبل أن الناتج يكون مصفوفة أيضا أبعادها 2 في 2 الصف الأول في العمود الأول 1 زائد 0 الصف الأول في العمود الثاني 2 ناقص 2 الصف الثاني في العمود الأول 0 زائد 0 وصف الثاني في العمود الثاني 0 زائد 1 أي أن الناتج يكون مصفوفة واحد سفر سفر واحد وهو مصفوفة الوحدة المطلوب الثاني A أسربعة A أسربعة معناها A تربيع ضرب A تربيع بمعنى I ضرب I وكما علمنا أن مصفوفة الوحدة هي المحايد الضربي فضربها في أي مصفوفة يعطي نفسها فهي تساوي I أيضا الآن المطلوب A ضرب I زائد A في البداية نكون بجمع A زائد I ساوي 1 2 0 سالب 1 ضرب نجمع مباشرة من A مع I 1 مع 1 2 2 مع 0 2 0 مع 0 0 سالب 1 مجمع 1 0 0 الصف الأول في العمود الأول 2 زائد 0 الصف الأول في العمود الثاني 2 زائد 0 الصف الأول في العمود الثاني في العمود الثاني أيضاً 0 زائد 0 فيكون الحل في النهاية 2 2 0 الآن نقوم بحساب A زائد I A نبسطها أولاً كما نعلم أن مصوفة الوحدة هي المحايد الضربي بمعنى أننا إذا ضربناها في أي مصوفة تعطي المصوفة نفسها فI A هي A نفسها تساوي 2 A بمعنى تساوي 2 نضربة في المصوفة A 1 2 0 سالب 1 تساوي 2 4 0 سالب 2